في الجزء الثاني من ديمونش بريس نذاكر السادة المستمعين يمزلوك التحقق بينا نوديو في اليوم الدكتور يوسف الصديق والاستاذ لازهر العكرمي ما راحبي بيهم مرة اخرى ندخلو في المناقشة الحدث السياسي اللي صار الجمعة هذية وكي ما قلنا وتمحور كله حوله نتائج عملية ساب الله رأي قامت بها سيجما كونسية معها جريدة المغرب واللي اعطى نتائج رغم انها خارج تقبل لكن المرة هاي اللي اخذت صداق اكبر لانها تزامنت معها معناه محاولة تمرير مشروع تنقيح المجلة الانتخابية نذكروك واللي معناها سيد نبيل قروي كان في المرتبة الاولى متجاوزا سعيد ثم عبير موسي لكن من بعد سيجما كونسية خرجت كل ملحق قالت ما هي الشخصيات الابعد على قلوب التواسع يعني الشخصيات السيسي اللي التونسي ما يخممش بالكل بانه ينتخبو رئيس دولة وجايف الطليعة سيد رازد غنوشي من بعد الباجي قايد السيبسي بعد عبير موسي من بعد يوسف شاهد منصف المرزوقي اللي ينوصلو الحمى الهمامي الاحزاب زادة اللي التوانسة ما يرغبوش فيها ما يحبوهاش كما نقولو احنا جي النهضة الاولى تلاتة وربعين فاصل ستة نداد تونس الثاني بتعطاش فاصل الجبهة تسعة فاصل تحية تونس بستة فاصل وآآ الدستوري الحر بستة فاصل وحزب نبيل القروي باربعة فاصل تسعة يعني نتيج صراحة صدمت آآ خلينا نقولو العائلة السياسية خاصة ودخلنا في حالة من التوتر السياسي الكبير على خلفية محاولة تمرير المشروع دايه وكان جلسة آآ صاخبة مشهودة لكنها خلينا نقولو فشلت في تعبئة النواب للتصويت على القوانين هذية ويبدو ان تم ارجاعها الى يوم الثلاثاء القادم سيوسف من الناس اللي اكيد وصلك صدا ها عملية سابر الآراء هذية اننا نلقاو سي نبيل القروي يتصدر مشهد او يحوز على ثقة التونس في انه غدوة نجم يكون رئيس الدولة من غير ما اسمعنا نبيل القروي يحكي في السياسة من غير ما نبيل القروي يتحدث على الحلول لمشاكل الكبرى اللي مطروحة اليو على المؤسسات الوطنية على المؤسسات اللي كنا حكيوا عليها بكرة الاجتماعية على صندوق الدعم على سياسة الخارجية على الامن القومي مختلف الملفات الكبرى اللي مفروض السياسي يترح على التونس وهم وقتها يعطيوه على ضوء حلول يقترح فقتهم ام لا وفينو مين نبيل القروي يجيوه؟ وغيرو محبش ان نركز على شخص معاية حكيوا نبيل ومبعدوا قاياس سعيد لان الملخرين في السياسة اما ذو ما بلايش احزاب اللي فسر هدايا هو ان عدام نهائي للثقافة السياسية عند الاطر التونسية وعند الناس اللي تجهلوا ومش نقصد الثقافة معناها اللي يعرف الكتاب ولا يعرف الفلاسفة ولا يعرف المحققين والمفسرين لا الثقافة السياسية متاع الربط بين الاسعار مثلا والربط بين السياسة الخارجية ايش نوصايا ذاك علشان نعز برشا والرأي السياسي نعز برشا العكرمي على خاطر من قلائل من دين وزورات اللي عندو هالميزة هذي ميزة انه يعرف ايش نوصار عام 36 في المنطقة الفلانية انه ايش نوصار طوى 12 قرن في تكوين الدولة المغربية الملوكية المغربية مع اسماعيل في المغرب يح ينسق بنياتهم ويوصنوا لكن الاسم لازه العكرمي على ما يتمتع به كما قلت السيادة وانا اكد ما يتذكرش في ثيقة التوانسة هذوم اي ما يتذكر يفضلوا عليها الاستاذ قاية السعيد اللي قال لهم ما نمشيش النخب وما نعترفش ومجلس النواب وما نعترفش بالتصويت شوف نعطيك مثال مع دم الثقافة بتاع هالناس النوع هذي من اللي انا نحترمهم واصحابي ونحبهم معناها كاشخاص معناها كل لطف يلزم يسمعها الرأي هذي خارج الشخصنة خارج الشخصنة ساعات نقول كلمة اخت فلان اذا كانت عليه ولا امه ولا بور يعمل فيها يا والدي ما نحكيش على الشخصنة البيولوجي نحكي على نوعية الانسان النوع الثاني هما نوع قيس القانونيين وهو قدامي قانوني واستاذ في المحامات معنا استاذ محامي كما هذي من الناس لا يمكن ان يكونوا سياسيين الا اذا كان اكتملت فيهم المعرفة بقضايا المنطقة كما في فرنسا تلقاها عنده اختصاص ويمشي يقرأ توكفيل بسيفة ليه كما يعرش توكفيل وما يعرش مكافيل روه ما يصلحش خلاص رغم ان هو كونتابلي وإلى خضار وإلى فلاح في فرنسا ايه يرجو عليك الناس ذو ما نحنا مع الناش نحنا مع الناش يقول لك مثلا طلعت ترامب يحكم في اقوى دولة في العالم بيدون ما تكون عنده حتى ميعرفش حتى اللبنان وين موجود لا 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 معنا في امريكا حاجة خاصة حاجة خاصة في امريكا حتى كارتر كان فلاح معنا عنده فيرما وكهو معنا ريجان كان ممثل رئيس نقابة الممثلين في هوليوب نحكيه على الوقت اللي احنا عايشين فيه في بلاد تاع المشاقي يلزم انسان يعرف اشنوه صاير في قبل واشنوه صاير توا في بلاده ملم 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 على قلب الله احنا لتوا ما فهمناش واللي يمكن ان عانيو فيه هو نتائج هذاي لتوا ما فهمناش انه القانوني سواء قاضي او محامي ما يعرفش ما يمكن ان يحول به وضع مجتمع ما يعرفش روح روح القوانين بالمعنى مونتسكو ما يعرفش معناه يعرف كان يعمل اللي ساير واذا كان مجاش فقه القانون جوريس بريدانس ما نجي نعمل شي نجي نطبق اللي المعمول ويحكى عليه احنا نعطيك مثال وهو يسمع فيه قيس عايد ومعانا انسان اخر شخصية نجي بتجيبه هنا وهو كان حاضر عندي عشرة تسع سنين وانا نقول كلمة الدولة المدنية لفصل الثاني انتاعنا اريمي عنداش معنى اراوو ما تمش ترجمها في الفرنسا ويطلقى ايتا سيفيل ايتا سيفيل ونحل المدني حال المدنية اللي تخرجها العمريا انتاعك تخرجها ما تماش عبارة في العالم اسمها الدولة المدنية ثم نظام المدني ريجين اي عنا دول فيقراتية دينية سعودية ايرانية لا ما تسماش دولة دينية يتسمى نظام ديني نظام عسكري نظام كذا متنجامش ش تقول عنا دولة مدنية وقتاش كيف نهاري عملوا له في انتلفيو عاود هالكلام اللي كنت نقوله فيه في قهوة في جهة النصر سكت ما قال حد شيء أما كي جاء للتلفزة قال آه أحنا غلطنا في الفصل الثاني لأنه ثم إنسان اللي ما هوش بكل تواضعه بكل حقيقة ما نعرف حد شيء في القانون ما نعرف حد شيء في الفصول حد شيء لكن نعرف كيفاش تصنع القوانين المستقبلية احنا كسرنا كل شيء ما عاش تحكيلي على القانون اللي كان يطبق على الزطلة على السارق على الخاين على كذا وكذا احنا مش نعمل واحد أخر نعمل واحد أخر عياض مينجمش الغرائري مينجمش الزعيد مينجمش اللي قاعد ناقص الثقافة متاعنا هو أنه الاختصاصات هذية تقعد في اختصاصات أما الثورة تحدد منظومة معرفة جديدة وتكون قابلة لأن تتعدل الشعب قابلة بداغوجيا أن تتعدل الشعب أنا ناخذ مثال في اختصاصي ونكمل ونكمل يا ولدي اللي قام قايمة القيامة كيفاش تنظيم أو التصرف في المساجد اللي هو قضية قضية عنها قضية كبيرة يا سي يا ولادي عاونت مرة أنا كاين بكل لخبطة أنا نحط ساقي ونجي قلت راي الجمعة يجب أن نعمل لها وقفة وش لازم وراه ماش فرض يا ولادي يهديكم عمر ولا ثم حاجة كان تقراها وهذا الشعب البسيط يفهموا ما تقراهش عبارة صلاة الجمعة ما ثم ماش اش نوله ثم ثم إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة من من يوم الجمعة أنا صلاة كما الصلاتات كل لكن فيها تفسير كيفاش تقاول تكلم ذكر الله وكيفاش تفكر ربي إلى آخره ثانيا نحيوا من بالكم والشعب والشعب يفهمها أنا برشة ناس بقى عاديين عاديين عمرهم ما مشاون المكتب ولا مشاون المكتب حتى الباكالوري قلت له مره ما تنجمش تكون في الظهر عليه تنجم في الظهر اللي قاعدين نعملوا فيه أو غالب تاريخيين عليه على خاطر تتصور في مكة وفي المدينة يمشيوا في الجيلة ابتغاء رزق الله ينتشروا في الأرض ابتغاء رزق الله هي صلاة الفجر يبدأ بها ذروا البيع معناها ما تفكروش تمشيوا التسعة انتع سبعة تحلوا حنودكم لا يجاوا للصلاة ما قالكش ذروا ولدك مريض ما قالكش ما تهزش ولدك المكتب قالك البيع أكهو يا ولدي دقيق جدا كتجي الإنسان تقول له هاو ما احسوا حد بطي ويجا هوني أقراها أقرا أن الأذان بلعيات حرام ربي قالك حرام ودعوا ربكم تضرعا وخفيةا إن الله لا يحب المعتدين يا ولدي قالي ما يحبش اللي تعايت ما يحبش تعايت في الأذان حبك إذا كان وصلت لأذنك خليه وابني جامع آخر كان ما وصلتش لأذان الحومة الأخرى هذا الكله خلى الناس يعتقدوا أنه يا سيدي ما حاشتناش بالمثق فيه وما حاشتناش بالناس النخبة التي تسير البلاد عن علم سواء في المحاسبة أو في القانون أو في الطب أو في كذا لا حاشتناش زمنا نمشيوه الإنسان اللي قلبه نحنين قلبه رقيق وإلا يتكلم بالعربية بالجداء وثيقة ثيقة خطر ثيقة ما يحكمش إنسان ثيقة يدكور ثيقة يقعد شعب عن روحك أما أنك تقول لي حاكم يجب فيك شروط وهذه شروط هذه قبل كل شيء ثنين ثنين مهمين جداً اللي معناش أولاً القدرة على تحليل الأحداث وثانياً تمرير هذه القدرة بيداغوجياً إلى الشعب اللي بشين تخبك هذا معناش بالكل وإذا كان معناش بالكل ما نجموش نعم الحكم اللي يمنعنا من القروي ويمنعنا من بوسي ومنعنا من العبادكم ولذا تاريخنا أنه بش يكون واحد منهم رئيس الجمهورية وإلا حتى عنده الأغلبية في البرلمان تاريخنا والله أنا أولاً مشي وقتاً للتفصيل نمشيوا للتفصيل أول حاجة يزب النسكو اللي يعرفوا أنه قانون تنقيح المجلة الانتخابية وإتمامها عنده تسعة شهور موجود من رئاسة الجمهورية لا خلينا ساحفي نتاج لاستبياني لا 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 بعد نجو للتداعيات بتاعه من جملتها القانون هذي اسمعني اسمعني باش ما نربطوش أنه تخدم على عجل وترماف شوية يا سيديم التفقيم أنه هذا جاهز من أقبل بس بعد صنداج دوكيميو أعطيني صح النتاج كيفش قريتها اثنين علاش صدمة المرة هذي الراية العام لأنه أنا أنا أعتقد ما خفية كان أعظم مجرى في السودان ومتابعتنا لما يجري في الجزائر ومتابعتنا آآ لخنق هذه التجربة في تونس أنه دخل المال السياسي الوفير هذه المرة مش للأحزاب بالمعنى التقليدي اللي عرفناه وإنما في ألعاب مختلفة ومن هنا نقول أنه جزء من اللعبة اللي هو سبر الأراء سبر الأراء يا أخي هذيك كبندل امترم تعصيف اللي قايلة تشوي ويضرب وتفيض الفيضانات فجأة آآ أنا أنا واحد من الناس نقول ثم إنا ثم إنا في الموضوع واللعبة لكلها اليوم مركز الثقال تحول إلى سبر الأراء سبر الأراء أنا لا نسب ولا نشتب نقول أنا حذر في أخذ هذه ثم ما ترتب عنها من نتائج شنون هو جينا للمجتمع المدني اللي كان معروف يوزع في القفف ويعطيه في الخير ويعمل في كذا تحول فجأة إلى أحزاب سياسية والدليل يعني تلقى أغلبية مسوت الحزب غير موجود ما عملش حزب نبيلي ما عملش ما عندوش حزب شوف العبث وين واحد اثنين البيئة الانتخابية في العلم الانتخابي راه الانتخابات فيها ناس خداو الدكتوراء علم قائم بذاته ملت خلقة الديمقراطية كأحسن أحسن الوسائل للحكم مش آآ الأقل سؤال مضرر الأقل سؤال البيئة الانتخابية تقوم على مسألة أساسية ومركزية اسمها المساواة أمام الفرص والقانون واحد على النزاهة وعلى الشفافية وقرينا في وقت من الأوقات أن الانتخابات عندما تقدمت الدكتاتوريات أن التدليس لم يعد في الصناديق وأنا نقول في وقت بن علي رهما كانوش يعبيوا الصندوق بالأوراق مش صحيح التدليس في البيئة الانتخابية شمعناه معناها عندهم مرفلين ويعرفوا كدريل كله يخرجوا ثلاثة ملايين بطاقة الناس يعرفوهم يقيناً يرجعوا منهم مليونين وتسعمائة وثمانين ألف يلقى روحوا في التسعة وتسعين في المياه وليو بشيحشي السندوق يصدق واللوط في العمارة ما يساوت ليش متوصلوش بطاقته وهذا كنا نعيشوا فيه أنا ما صوت كان بعد ربعة أجام فيه التصويت لذتك الصف ما نعرفه تطورت لا لا سمعني إذن تدليس البيئة الانتخابية وندخلوا لتدليس البيئة الانتخابية في شكله المعاصر معي على خطر جو العائلة في تونس كيفو ما تلقاش جي ان في تقرب البعيد وتوفر لكي السرفيز اللي كيفو ما ثماش الراحة والكنفار هي اللي تعيشنا متعة الصفر على البحر واللحظة الأحلوة اللي ما تتنساش على هذك من سفر كان معها أنا وعائلتي وكارهابتي سبيسيال فامي رزيفي قبل 20 جوان وتمتاب تخفيذ يوصل الـ 1260 أورو على جميع الرحالات على رتور تونس من شهر جوان لشهر سبتمبر ليمزيد المعلومات www.gnv.com وإن شاء الله عيدكم مبروك أعود الراديو ماد أعود الراديو ماد أعود الديموش برئاس نشكركم برشا على تفاعلاتكم من قاعدات التهات العلينا وهذا ربما مفهوم نظرا للتبيعة الضيفية نذكر اليوم الدكتور يوسف الصديق ولزهر العاكرمي لزهر كنت تحطرها أليات التدليس اليوم كيفاش تطورت حسب التدليس في البيئة الانتخابية هذا يسار في العالم الكل معناها موجود التدليس ما يقعش ما عادش فاقوا الناس ما عادش يعبيلك السندوق ولا يدلس البيئة الانتخابية بشكل بدءا من القانون الانتخابي إلى عدم المساواة إلى عدم الشفافية إلى المال أنه بالطريقة أنا نعطيك نتيجة قبل ما تصير في الواحد اليوم البيئة الانتخابية تمست وإحنا يا سي لطفي نحكيه على اللعبة السياسية مش أنا اللي خلقت سماوها اللعبة السياسية كما ثم لعبة كرة القدم كما كذا تحكمها قوانين والقوانين هذه كما أنا ديما نأخذ المثال نقول نجيه في كاس العالم يا سيدي أنا عندي ترشحت الكاس العالم عندي حداش نجوار بش يلعبه فوتبول وخارجين الحداش متاعي من الفيستيار نكتشف أنه المنافس مخرج 25 لعب قلوا لا شو هدا كيفيش تلعب 25 ونلعب حديث اثنين في الماتشي قولك يا سمع فلينا ذاك روا حتى بيدوا ينجم يمركي لا بطلة اللعبة معاش فهم اللعبة من أصله كيفيش أنت جايب أخيتي 51 مليار وماخذ قاوري قالت عنده فلوس وتقول راجلي عنده فلوس ونصرف كما نحب في البواتة تصرف كما تحب في الليل في جام مارك أما مش في تونس في شعب رخصة للبلاد للدرجة قال شنوة رجل هيطلب في النواب ويتصل شو نطلع شنوة شو منوصلنا هذا كله نتاج اثنين إذا كان انت تخدم وتعمل في الخير تعمل في الخير تعمل في الخير باو بتقول يا شبيهم وقبل قبل أخويا ثم الحياة السياسية قائمة على الأحزاب وثم دي دي بوردمان وفم نقص وفم نرجع نقول لك راهي الديمقراطية اللي نمن به شخصيا الديمقراطية راه عندها نياب في أمريكا وفرانسا وفبريطانيا وفي بلاد أنسابنا الفرانسيس بتاع ألفا عندهم قانون هيا إما جينيس هي دي جوستمو أجاوبك اليوم سامي بن سلامة صديقنا يقول لك الديمقراطية ما يجب مش كون عندها أنياب الديمقراطية عندها قوانين ومؤسسات هداكم هو من نقصدهم اه أنا نقول لك عملنا ديمقراطية فهم هطايح تسوم فيها الناس كله وتنجز عليها الجرابع والناس كله هات شاشيتك هات سباتك لا أخويا لزم تزفر الدولة في وقت من الأوقات تقول ركرياسيون فات كل حد يدخل قسمه كلام هذا the game is over والعبن جينا نقوله اندواء انستاليوا انوتوريتي في تونس ونعرف الشعب الكلو يلوم على الدنيا مسايبة والمجرمين والسياسيين ومنعش نوة والمال الفاسد وكذا لاحظ أنت يا أخويا هاني انتبع من 2016 أنا على الأقل موجود ومنخرط في حالة أنا مساند حال يودي منين تمستقاي عاية كاكل الواحد يجي يعني على قطاعات على نواب على أحزاب على نقابات على كذا منين تمس وبكري قلت حاجة وكان جيت هي شو مشكلتنا شنية احنا رانا نصرفه أكثر من اللي ندخل مستوى الانتاجية طايح ومستوى الانتاج طايح وانا وريك دا وتمنجي وتستنى في الكنجي ما نضحكوش على بعضنا الناس كل تحب على الفلوس تحب تتوظف وتحب تترسم وتحب كذا وليه ديرهم عنيش كاكل اللي غاسرهم وفهمت معناها دولة طايحة بالطريقة هذية وركبت عليها الناس كل أنا في تقديري اليوم بشي تعمل قانون كل حد يتحط في بلاستو وقف العبث أولا مطلوب حتى في حاملة مرورية بالنسبة لي اثنين تنقيط البيئة الانتخابية بما يضمن للناس المساواة أمام القانون وأمام الفرص هذا ضروري ما تنجمش أخويا أنت عندك تلفزة تخدم ليلة نهار عليك وعلى الانتخابات وتحبب في خالتي وريدة ومنجية وفاطوم وزينة وزايرة فهمتني عليك ويتفرجوا في حب الرمان وهو ما عنديش تلفزة أنا كيفرش ترشح معك هذا واحد إذا أنت عامل حب الرمان للنساء وللذرق وللواحد وتوري فيهم فكر الزين التركي وكالديار الباهية وكذا فهمتني باش بعد قال شنو هنولي رئيسكم باه دا كور هوا ما عنديش من حق كسيدي اثنين أنت عندك قوافل فهمتني تمشي وتصورهم وتمد للناس وتوكلهم وكذا توجيه بعد تقولهم صوتولي باه هني أنا ما عندي حتى كاردور نعطيها للناس هاي شنعملك أخليت بقانون اللعبة هكتحبت مركي بيدك موش فوتبول ماتش فوتبول وانتي تمسك لكن زاد الدولة لا عملت للناس هذومة ولا تخلي الجمعيات تعملها شو تعمل الدولة تشيع لمساسية شنو الدولة نوع هاي بيدك الدولة قادتها تتساسي وتتسوي سمعني سمعني أخي تو وفود متعلى اللي فهمية ما اشياء جاي علينا ما هو شكل من أشكال تسوي للدولة تي الدولة هذا ظرف موضوعي جاء نحكيناها وقلناها كان عنا ملياري دولار تعامل مع ليبيا مشاو في الريح يعني خلينا نمشي لك بصراحة شو نسؤول عليها لا لا بش ما نفقاش العائلات المعزة عاملية لها 180 الف ولا قداش البطالة اللطلع شنو اللطلع شنو ونوليوا دولة العرض السياسي فيها ان ننهزوا كرادن وننهزوا قفوف نعطوهم للفقارة سياسة الكرادن سياسة الكرادن ما جابهاش نبي القروي إجابتها حركة النهضة ووقتها ما تكلم حد والتوهم زاد مصمرة وشفنا جمعيات قطرية وتركيا في رمضانة ذاية كيف تهين التوانسة بالباقوات وبالكريادن وبتباب الزين ووقتها ما تكلم حد تتحرك الجمعيات تونسية ولا فاهم عنها قطر مش متأثرش حياة ديك ربي جمعيات قطر ما يتخدم خي ما تحكي عليك هو الدايمي اللي تعاركنا معهم يا تعركة وجبدناه وفحناه موخورة دائمة اللي في جمعيات قطرية هلاش ما يتم سموراجعة قوانين الجمعيات ككل باش نبنيه البلاد على سكة صحيحة مش نحركه البلاد وقت يلقينا نبيل القروي ولا خصم سياسي ولا انفة الرئيس ولا تتخلق لا لا مش صحيح أولا وقف العبث في البلاد ضرورة ثانيا البيئة الانتخابية لازم تنظم بالقانون ومزيد التنظيم ومزيد التنظيم فيها يحمي الديمقراطية وانا نقول لك حاجة راهو راهو شوف اذا كان الظواهر هذي اللي انا نشوف من بره شقعد البراني اكثر من الداخلي من التخريب ثم توجه تخريب هذا التوجه الذي قتل ميو 36 سوداني سلمي هذا التوجه اللي وعطل الانتقالات في الدنيا الكل اللي احالها الى دم راهو مهوش فرحان بينا وراهو يلعب من لوتا سمحني ذكرني بكلام برشا شخصيات قريبة من الاسلام السياسي والقيادات في الاسلام السياسي تعتبر انه ده الثورة هذية متآمر عليها الامارات متآمر عليها السعودية واحنا في خير ليعينينا وعملين الاعظم تجربة بالبشرية وعنا الاعداء لهم منبرم عنها خليني رايحك هذا ما يقول لك هو انت كتقول قطر خايبة يقول لك مال انت امارات انا بالنسبة لي بول البعير يحمل نفس منسوب الحموضة باش تنانيك كي ولان داوي بيه ولان نغسل بيه كي يغسلوا بيه هجوم يقولوا يحب ينحي حب الشباب ما ينحي حد شي ومانيش نحكي داخل انا نحكي داخل سياق تونس للتوانسا كما قال غوار تونس لا لا بشوية كما انجليزيا كما انجليزيا الانجليز اسيدي تونس للتوانسا ما هيش للسيدة داي تزتعراش اللي تجربتنا يحميها الدستور تحميها المسار الديمقراطي المؤسسات مهما كانت معناها تدخلات انا نقشف القانون يا لطفي باش يحمي الحياة البيئة الانتخابية لا نجيك سيوسف لا الاعتراض تونس البسيط اللي يسمع فينا اليوم واللي برجوليا ما يحبش سياسة المكيالين وما يحبش معناها تغيير الدستور ولا المجالات الانتخابية عالمقاس يقول لك اليوم انتي تحيرت حبيت تغير لانه خصمك السياسي ولا يقلق فيك فتحب تعمل اجراءات قانونية عالمقاس يعني نزيده نقول مش نمشيه بصراحة ننتكلمه لنا مع هذا لنا مع هذا ما رجعلك التنقيح عنده تسعة شهور يقول لك يقول لك ماذا لو انه النتائج تصبر الاراء ما اعطعتش نبيل القروي لول وقاية سعيد وعابير هل كانت سيثار هذا الجدل وكانت سيتم تفعيل هذه القوانين ام لا التونسي الخطاب المنافق هذا ما يحبوش نعم نعم يقول لك ينطبقوا القانون على الكل والراجعوا في العمق قوانين الجمعيات اللي طالبنا به سنوات سنوات وخاصة الجمعيات يتمول في الارهاب وليت تتخرج لنا في اجيال معناها طالبانية في الرجاب وغير الرجاب يقول لك اليو مسيتنا بالقروي لانه تواجه بالقفل الزوالي لانه الراجع عرف في وصل خطابه للناس في النهاية شبهها ما صارتش على هاش ميحان شبهها ما صارتش على عربية نصرة واختي وظف تلفزته هاو العجرود يزاد ربما يطرعه وكامه رش على الرئيسة علاش نبيل القروي لانه ربما اليوم ارقام ولا نتائج صبر الارعاء صدمت اليوم اللاعبين سياسيين وطلعتهم المارد المتمرد المغامر السياسي اللي ما تقاوش كيفاش وقفوه لانه يعتمد سياسة القلوب المسلسلات تركية والقفة المليانة اعتراضك الغاضب واللي هو غاضب منهجي منطقي غضب منهجي غضب منهجي غضب منتاع الصحفي اللي قدامه منطق يحب فهمت وانا مانا زميل متاعك بل كل شي عمرك ما تنسر لانا زميلك كنت صحافي معاك وكلو عندك الحق في الغضب هدايا هدايا يرجعنا الحاجة بركة اللي احنا بين اختيارين اما في هالخمسة شهر اللي مزالوا نقولوا للشعب راو ثم حاجة مغلوطة ثم مهما كانش كون القروي ولا غيره ثم حاجة مغلوطة في التصرف على الساحة الانتخابية وإلا نعتقدوا اللي هدايا قدرنا وهدايا الوقت اللي زي ما نتعده منه كما تعدات قايع بهاي منت الكنيسة في أوروبا ومتعدات بالمولوكية وكذا وكذا احنا كل وقت ذايا نقولوا اللي القروي وغير القروي ولا مثل القروي راهم ناس اللي بش يجيوا بش يجيوا بش يجيوا بصيف علينا أحبابنا أم أبينا هذا هو الاختيار اللي مزال عنه وإلا إذا كان مزال عنه وقت باش نقوله للشعب رد بالك من المغامرين والمغامرات هل ترى عندنا الوقت ما نتصورش عندنا الوقت نتصور أنا بالنسبة لي اللي المفاجأة في أن غياب الأحزاب المنظمة والأحزاب اللي عندها ما تقول من الساحة إنه معاش معاش تفعل معاك سيوسف توا ثمامي ما يدل على الحزاب المكروه اللي حطوها بالترتيب هذي ثمامي يدل غير أنه عباسي مدنياك العام تفرج فيه في تلفزة وقت اللي بداو الفيس بش ياخذوا الحكم قالوا الاقتصاد والاقتصاد قالوا شنو الضمانة عطيني الضمانة ضرب رقبت وقالوا خليها على رقب شو خليها على رقب دولة دي ووقفوا العبث وأوقفوا العبث في السياق متاعك لا أظهر أقول لك اليوم الرأي العام والمتابعة أقول لك كذا اليوم أنت تجرأت على تنقيح مجلة انتخابية نظرا لبروز نبيل القروي وغير 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 ما الذي يمنعك غدوة بش تعاود تتصرف الدستور وتتصرف في المجلة كل ما أظهر لك غدوة خصم سياسي غير متوقع يعني مش لخ القوانون تسي دول سابقة اللي ربما يقول ويام بن علي هي الزينة والسلحة ويبخروا لها فهمتني أشتح عليها تيهاب تهوت الكلام هذا تجري يعود الشعب طالب أوتوريتي بالقانون وبالدستور وما يناقش الآن والحديث أنا للسياق اللي مشوا فيه اللي صنداج تخدم من جهة والدعاية تخدم من جهة ياولادي كنقلك القانون تقدم عنده تسعة سنين تقول لي هاو نبيل القروي يطلع علي ما تسعة شهور واثنين حراسة المعبد حراسة الدولة هذه اللي مكسبنا ما لشون نقولوا لا تحرسها من الشعب نعم نحرسوا الدولة من الشعب لا لا ألفة الرأس ورجلها الشعب التونسي في وقت وقت ألمانيا الشرقية وقت يعملوا صارت الأزمة سيوسف واجتماع مجلس النواب وبدل الدعوة لحل مجلس النواب قال يتم حل الشعب الألماني لا لا يعني ربما شوف توا ألفة الرأس ورجلها والواحدة وخمسين مليار جاي بيتهم من عرش منين أنا نلوم عليهم في حاجة نهارة اللي بدأت ترش في الفلوس المفروض وكان جات في فرنسا المفروض يعي طولها وراي توا في تحقيق الرابع ولا الخامس في القطب المالي هي وروي جل اسمعني أما أنه نقولوا لا الشعب التونسي هي قاوري هذا اللي جاي يتصلب نوابنا وهم فينا تور عبد السنطة أو ما تبقى منها سيوسف تعرف اللي عندك جمعيات مماولة من قطر وتركيا وغيرها اللي ميزانيتها أكثر مئة مرة من ميزانية ألفة ترس تعرف اللي حركة النهضة صرفت ستين مليار صفقة تسويق البرة اللي هي بصورتها في الخارج وهذا خرج في جون أفريق ما تحرك حتى حد هذا رولي يخلي المواطن العادي يأخذ الدولة والسلطة والنواب ويقول لهم انتوما تعتمدوا في سياسة هات نحلو ملاف الجامعيات مرة واحدة ونقصي كل ما يستحق الاقصى مش باش شوية شوية أما حيراسة المعبد لا لا ما نيقلت لك حاجة شو معناها معبد معبد بعض الأشخاص بعض الأحساب أم معبد البلاد دولة الدولة والبلاد وفرق لي شوية أعمل شوية فرق في الديتاعي وفي التفاصيل تحكي عن الجامعيات والموضوع هذا من الحوار الوطني تم الحديث فيه وتكونت في الوزارة الأولى واحدة وثم أكثر ولا حياتي لمن تنادي فمن مئات الجامعيات تم تجميدها تم حل هذا تجاوب علي الحكومة مش شاكل هذا أولا لا 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 أحكي لك اثنين الفارق الفارق أنه هالجامعيات اللي هي أورام خبيثة قاعدة فريس في الحياة ما ترشحتش الرئاسة يا صديقي جمانفو جمانفو شوية هي أخطر شوية عملها إذا كان إذا كان في العمل الخيري هذاك اللي هو درجة تتزاد عليه درجة أخرى أنه السيد هلا يولي عنده الجيش الوطني الشعبي يحيي فيه نهار 15 أكتوبر ويولي صحة الحرب والسلم هنا درجة الاستنفار ما هيش هي بيدها معاك أنا في المال اللي جاي من برة لتخريبنا من من حتى حتى بعثلنا فلوس معناها وعمل لنا جمعيات باش نتنعش وبيش يولي عنا اقتصاد الوفرة والديمقراطية كبريطاني هذا مستحيل يدخل مقر لأنه كانت تحب على الدول العربية عملنا لهم مشكلة وهي دجاج الدور في العالم كانت تحب على الأوروبيين والغرب بالضفة الجنوبية ما تسلح لهاش الديمقراطية باش يقعدوا يتعاقدوا مع ناس في الموارد وفي غيرها وفي اليورانيوم وفي كذا احنا اليوم رانا الثغر الذي يطل على ليبيا الوحيد اللي ممكن ومن ليبيا لوطا والأمريكان الأمريكان اللي عندهم الأفريقون والجيش المقيم وفرنسا اللي عملت الجي سانك واخذت ثلاثمائة مليون دولار من عند الإمارات السعودية باش تعمل قوة بديلة والصراع اللي صاير اليوم وغسان سلامة اللي موجود في ليبيا يزيد الأمريكان ينجكتوا شريك معاه كوجيران اسمو ستيفاني ويليامس والعمل هذا يجري حولنا كله ويدور حولنا وإحنا رانا مفردة من المفردات المهمة معنويا روك تقول لي ينقلك شعاراتنا الشعب يريد إسقاط النظام اللي هي أصلها إذا الشعب يوما أراد الحياة رهوا وقت للسودان يخرج وتشجع بعد ثلاثين عام ويقول جاج 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 مش في عارفها شنية إحنا إحنا اليوم يزم ينفكروا بعقل بيرد ونقولوا ورانا النجم ونقولوا مغذوب علينا شفنا اللي تم إضافة مطاط في تار التوافق بين تحية تونس وحركة النهضة اللي بمطاط هذي كل استهد في نعرفها عبير موسى وخطابها وحزبها في الأثناء انتي كنت تحكي لي تهو على تم تجميد جمعيات ما تمش حل الجمعيات سيئة الأزهر وإحنا طالبنا به مرات ومرات بعد أن ثابت بالكاشف أنها جمعيات ممرتة في توريط تتمويل الإرهاب جيب المجلس على القضاء لحد يجي جيب المجلس على القضاء في الفوصول اللي بشتم معناها اقتراح نهار ثلاث تجريب تمجيد النظام السابق لا مش صحيح شوية عاد الدكتورية والجمهورية وا 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 شوف القانون القانون دقة وأصلا تعلمناه كتاب ده جمعيات كتاب ده بحيث حيث أن شوف تمجيد الاستبداد تمجيد الاستبداد مهوش نظام السابق والدكتوري والدكتوري هذي شكون ما رفقش عليه وشكون ما يمشيش فيه للتوضيح حكيوا عن نظام السابق شكون مه 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 لا لا ما قلناش نظام السابق مقاش نظام السابق مفاصل مقاش ما ليه تمجيد الاستبداد يخي تواعد قاعدة كفيراش ومشير لمجل الاستبداد وحتى بن علي ما كان شي مجل وما أعرفه وما أعرفه أن عبير موسي لا في العير ولا في النفير وانتي تعرف اشتغلت ومشيت وجميع مكونات كلكو سواه في الدولة ولا البرة وقت لتملعت يد عليها كيما ضرب وطون يدى تونس وكيما تسحلط في نجذ أقل ببرشة والناس كل ندت والناس كل وقفت وقلنا عندها الحق هذا النظام السابق يريد الرجوع وهو يعود في الأزمات لأن الهوات يشتغلون في الدورة الأولى يفشلون اقتصاديا يعود النظام السابق ليفشل مرة أخرى لأن المجتمع تبدل والمرحلة الثالثة هي مرحلة العقلانية وبناء نظام ديمقراطي المطات هذه تم إضافتها وليتجرم أي تمجيد للاستبداد وليمعناها ثلب المبادئ الجمهورية وغيرها شفناها ما تبقش مثلا على حزب التحرير اللي يلغي تماما الجمهورية ويكفر بالديمقراطية ويدعو إلى خلافة ويلعن العالم التونسي والنشيد الوطني التونسي إلى الآن لم يتم حل هذا الحزب أنا أعطيك معلوم اليوم أنا أمدراء القانون هذا مش هلسى أحب عليها أو لا خذ معلوم أنت تعرف أنه الحزب هدايا اللي كونه عام 1953 النبهاني في فلسطين تحديدا وصار نقاش بينه بين سيد قطب كبير جدا وقال له ما تعملش حزب بعض الألسن الفلسطينية تقول الشيء بيت تكفلوا به لإعادة الخلافة كانوا لا يؤمنون بالانتخابات توا محضرين قائمات للتشريعي قائمات فهنساب لاش سور سمحني سمحني لا لا يا ولدي سورهم بيكني لأنه تعرف رحضت عليه بالحاج وذا شيء يذكرته القيادة في الفيس الجزائري قال لك يوم ولادة الديمقراطية هو يوم مأتمها يعني بالنسبة لها الديمقراطية جسر نتعدى بها أنا للحكم ثم أفجرها من بعدي شوفنا اليوم حماس محبتش تخرج محبتش تنشي إيه علي بالحاج أنا عتيك الشعار أنا مشي تغطيتها انتخابات الجزائر أنا عتيك الشعار اللي كان عباسي مدني وعلي بالحاج والمجموع وكلهم يقولوا فيه صوته للفيس وإن شاء الله هذي أخر انتخابات والا أيضا أي حكي لي انت سخولي غدو حزب التحليم شو تخل في الانتخابات ونقدم قائمات بالنساء بدون صور هذي معناها إيهانة كبيرة أنا سمعت أنا سمعت الكلام هذا واسيدي نجمي بدل تكتيك وسيب عليك من غير سور لا لا يدخل بسور ولا يهمك وكذا خليني خليني لكن التجربة الجزائرية يعني نبيل قروي أخطر على التجربة وعبير من حزب التحرير صراحة يودي يودي حزب التحرير يش من القانون هاو ما قد حملوش ياش ما حكموش هاو ما حلوش هاو ما حاكموش ما هو ما هو شو يودي يحلوش برا عاية المجلس العلقى القضاء إيهانة لا تحلش عاية المجلس العلقى القضاء قولوش بك محليتوش هاي هادي تقول هونك عابير موسي يقول هونك نبيل مو شر نقول هلو هلو يقول يوسف الشاهد ما حلش يوسف الشاهد مهما يكتبه مهما جامده ومهما عمله ومهما كده سيوسف هابا نجيك انت حركة النهضة في حملتها الانتخابية 2014 شفنا لافيتات تقول انت خب النهضة تدخل للجنة اي نعم شنو الفرق بين نبي القرو يعطي قفة للفقير ويعدي له مسلسل تركي باش يعطيه جانب من الحلم وحركة النهضة تقول لك انت خبني هنا تدخل للجنة شفت الارتيباك الكبير اللي خلت وانسة ربما والرأي العام سفعام يجي ضد التنقحات هدية كلهم اللي ينتخل بالنهضة يمشي للنار على جوابي التخمين في هدايا هو انه مستمعينا تقف غادي مستمعينا واصحابنا والناس اللي يحبوا تونس عام من اصحابنا ومستمعينا واوسع هو انهم يفهموا انه المنظومة التي تدخل الدين ولو بشي بسيط في اللعبة السياسية الكلها مترابطة انت تتذكر لما واحد من الازهر الشريف اظن الامام جاد قالوا له هل ترى داعش كافرة ولا ما يجاوبش ما يجاوبش هل مؤمنة ولا ما يجاوبش ما ينجمش يجاوب ما ينجمش الغنوشي يقول لك يلزم نعذفه حزب التعريق لانه الكل ماشين لنفس الشي انه اسلمت الكرة الارضية اسلمت الكرة الارضية خلافا لما هو في نص الدين المؤسس هو لو شاء ربك الامن في الارض كلهم جميع من فصل العاشر منظمة مؤتمر الاسلامي يقول لك الاسلام هو الدين الطبيعي للبشر هو الدين الطبيعي للبشر ايه لا ما يتخيلش لا وهذيك مأخوذة عن فهم مغلوط تماما لآية موجودة ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه هو الاسلام التوى ما في حبوش يفهمهم ونحن نتحدى حتى واحد حتى واحد من الزعماء اللي عندهم استيناد ديني انه الاسلام ذا يقصد به الاسلام المحمدي بما انه يعقوب يقول واش عنا مسلمين ابراهيم يقول وبعد فيها رسولنا مسلمة وراني مسلمين الكننا مسلمين من آدم حتى ننمالع ننمالع وقد اسلم لهو مرة ما في السماوات ومرة من ان الدينة عند الله الاسلام نفس الصورة نفس الصورة معنى الاسلام يقصد به انك مسألة رياضية ماتماتيك انك بتسيب عليك تسلم امرك لما هو قوانين الكون الاشياء من في السماوات والأرض هما اسلم لهو يعني اذا كان تم قانون المربع وقانون المثلث وقانون النصف اقل من اقل من الكل راهو ينتبق عليهم عمره ولا كان الاسلام بالمعنى الشعائري في الحكاة ذي المعنى الشعائري دليل دليل واضح الانسان الريفي البسيط اللي لم يسعف بالمدرسة يتوقف همتوت سويت المعنى علش رب يقول المؤمنين والمسلمين علش يقول مؤمنات مسلمات شو ما فرق المؤمن قالت الأعراب وآمنا ايه قل لم تؤمنوا ولكن ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الإيمان قلوبكم ايه وإلا تشاسموا السليماني قلهم اقتوني مسلمين على مرك السبع ايجاوني 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 مسلمين يعني يديكم في المنوت المعنى مكبلين بقوة ايجا سلم ايجا سلم اذا اللعبة هذية وهذين تحدى مو عالم مو فيلسوف مو عندهم فلاسفة كبار هما النهضة يجيوا ينقشون في هذا ويجيوا ينقشون قدم الشعب ينقشون شي انا ما حشتيش انا مقتنع بما اصعفت به من حكمة ومن اوتي الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا انا اعتبر لكن الشيء الكبير انه هي اداة كل المهودين عندهم اداة لربح ربح انتخابي ربح دنيوي بسيط ولذا التونسي يزمي في مذايا ويبتعد عم من كان كذلك عم من كان يبتعد عليه لانه راه مدد البلاد في دايا والخط متواصل بين رشد الغنوشي وحزب التعريق لازم ننهي معك سؤالة كبيرة تترحى اليوم مدى امكانية الدعوة لدأجيل الانتخابات ثم انه قوانين هذه المقترحة قد استهدف الاتحاد قصدة معناها حشره في ركنه الاجتماعي فقط نعرف الاتحاد اعرب انه سيكون حاضر في هذه الانتخابات بشكل او باخر كبار والله يشوف الاتحاد عمره ما كان خارج السياسة وخارج الدولة من خمس وخمسين على الاقل ومن حركة التحرر الوطني التونسي اللي هي بمحمد علي الحامي والجاسم الجناوي وفرحتها الشياد اللي دفع حياته ثمنه لذلك اللي حبيب عشور رحمد بن صالح عطينا توا توا خط الوقت معش اسمه مش بعيد مش بعيد والاتحاد كان حاضر دائما والازمات الكبرى معناها اللي صار في ثمانية وسبعين وفي اربعة وثمانين الاتحاد دائما موجود الاتحاد كيمة الجيش زادة انا نقول الثورة اللي صارت في الفين وحداش معناها كان من الناس اللي شاك وفاة بكثافة وحماتها والعب دور في الحوار الوطني ومنع البلاد والاتحاد فيه منسوب عقلانية غير طبيعي وكبير ياسرة ورغم تشوف انتي وساعات ناخده في خطرنا ونقلوا لضربات برشا ونقلوا الاتحاد صرح تصريحها لكن الاتحاد هو ترمومتر وهو قوة تعديلية في البلاد وخيمة اخيرة في اغلب الاحيان الخيمة الاخيرة يشارك طبق الوضع العام اللي موجود في البلاد كان الانتخابات عاملة ان اللي نعرفه على الاقل من رئيس الحكومة في مدة وجيزة فات ما هوش مع تأجيل الانتخابات ويقدموا على اساس ما الحكومة هي اللي بش ترعب الانتخابات يقول نعمل كل ما في وسعنا لرعاية انتخابات نازيها وشفافة وديمقراطية ومناظبة بقوانين هنا فكرة تأجيل الانتخابات الدور كالكبار الدورة والفكرة لا معنى لها الا بتقييم المصالح المحيطة بها شنين المصالح المحيطة بالتأجيل من يستفيد وينتفع من التأجيل اذا تبحث هذا قد يكونه قد يكون مجموعة اطراف فعلة اللي مثلا مش ناوي يعاود ولا ما يعاودولوش في مجلس النواب باش تكون من مصلح ينجم يكون رئيس الجمهورية اللي هو مش مترشح او الى حد الان ما علمش على كل حال ولجمل الظروف وكذا ايضا النفس البشرية هذيك هي عام وعامين بهين معناها في الزيادة ينجم يكون المفجوع من التسجيل المتاع مليون ونص جدد ما نعرفوهم شو ولاد من زي دا يخوفوا واللي ثم شكون يحب يزيد عام عامين حتى يمشي البلدية يشوفهم شكون هما ذوما يعني هذا هذا تكوين بازل نفرق هو تاو مشتت الحقيقة نجي مش قولك فلان يحب يأجل وفلان نحكي على تكهنات حب المصالح كلمة خيرة من عند دقس يوسف انا يا اخي مكيلة عزوزة والشايب المواطن البسيط نحب نقول ربي يسطر بلادنا خايف عليها برشا ونعتقد اللي هي في مرحلة عسيرة جدا ولابد ان الناس اللي كما توا انت صحفي سيلة ظهر المحلل لابد ان ديما نتجهوا للناس البسطة العاديين اللي طالبينا احنا طالبينا احنا بش نقولهم اشقال هذاك واش مقالش هذاك نتصور اللي على الوقت الثلاثة اللي قاعدين موجودين هون حول الميكرو هتقدر اللي عندهم مصدقية انه ينتجوا اليه نوع من الشعب البسيط والا عادي واضح نشكرك برشا دكتور يوسف الصديق نشكرك برشاستان شكرا على الحصة اليوفرت هناك شكرا على الحصة اليوفرتك استفادة قد حصل اليوم انا نشكرك